أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها بصدد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل خط القصيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة اعتبارا من الجدول الشتوي القادم والمقرر في أواخر أكتوبر المقبل وذلك بمعدل ثلاث رحالات أسبوعيا وبينت الكويتية أن الخطوة المرتقبة تأتي بعد عمل الدراسات التشغيلية اللازمة وأنها تناسق مع طيران المدني في البلاد وسلطات المملكة لأخذ الموافقات اللازمة لجدول الشتوي مؤكدة أنها لن تألو جهدا في تلبية احتياجات جميع ملائها بما يحقق الفائدة المرجوة لأطرفين